السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعزاء الطلبة في قناة افكار في الرياضيات طبعا اليوم ان شاء الله رحين نكمل مراجعة عامة لامتحان نهاية الفصل الدراسي الاول في مبحث الرياضيات للصف الثامن الاساسي طبعا اليوم ان شاء الله رحين ناخد السؤال الثاني البند الاول تخطط جامعة الازهر لاستقبال الطلبة الجدد في اربع كليات وفقا للمقترح الاتي مدين الكلية وعدد الطلبة مدين كلية الهندسة عدد الطلبة 120 وكلية العلوم عدد الطلبة 180 وكلية الاداب 240 وكلية التجارة عدد الطلبة 60 مثل البيانات السابقة بطريقة القطاعات الدائرية طبعا انا قبل ما امثل لازم اوجد زاوية قطاع كل كلية يعني بدي اكون انا حافظ قانون زاوية القطاع اللي احنا رايحين نشتغل عليه لازم تكتب زاوية القطاع القانون طبعا لازم تكون حافظه هو عدد العناصر ضرب 360 درجة تقسيم العدد الكل تقسيم العدد الكل تمام هذا القانون اللي رايحين نشتغل عليه الان بقول له رقم واحد بدي اجيب زاوية قطاع كلية الهندسة اذا زاوية قطاع كلية الهندسة بده يساوي ركز معايا عدد العناصر يعني عدد الطلبة لكلية الهندسة معطنية 120 باكتب 120 ضرب 360 هاني بدي اشتغل على القانون انا بشتغل ضرب 360 على العدد الكل يعني احنا بدنا نجمع 120 زائد 180 زائد 240 زائد 60 اجمعهم مع بعض رايح يكون الجواب المجموع 600 يعني رايحين نجسم على 600 طبعا انت هتختصر بامكانك تعمل كالتالي فيه انا عندي سفر بروح مع سفر وسفر كمان بروح مع سفر الان ستة تقسيم ستة واحد وعندك اتناعش تقسيم ستة اتنين اضرب اتنين ضرب ستة وثلاثين بطلع الجواب اتنين وسبعين درجة تمام الان بنجيب زاوية قطاع كلية العلوم رقم تنين بدنا نجيب زاوية قطاع كلية العلوم بحكيله عدد العناصر يعني عدد الطلبة في كلية العلوم مية وتمانين ضرب تلاتمية وستين على العدد الكلي يعني على عدد الطلبة الكلي طبعا احنا جمعناهم كان عندي ستمية رايح تختصر عشان تسهل عملية الضرب والقسمة عندك هاي سفر بروح مع سفر وكمان سفر بروح مع سفر ستة تقسيم ستة واحد وطمنطعش تقسيم ستة تلاتة رايح تضرب الثلاتة ضرب ستة وتلاتين حيكون الجواب معاك مية وتمانية درجة هادي طبعا زاوية قطاع كلية العلوم رقم تلاتة بدنا نجيب له زاوية قطاع كلية الاداب بدنا نجيب له زاوية قطاع كلية الاداب رايح يكون عندي عدد العناصر متين واربعين ضرب تلاتمية وستين على المجموع الكل او العدد الكل ستمية رايحين نختصر هيصير عندي هيفيهن سفر بروح مع سفر وسفر مع سفر ستة تقسيم ستة واحد واربع واربعين تقسيم ستة فيها اربعة ورايح تضرب الاربعة ضرب الستة وتلاتين هيكون الجواب معاك مية واربعة واربعين مية واربعة واربعين الان بدنا نجيب زاوية قطاع كلية التجارة رقم اربعة زاوية قطاع كلية التجارة رايح يكون معايك التالي عندك عدد العناصر عدد الطلبة ستين ضرب تلاتمية وستين على العدد الكل ستمية رايح يكون الجواب معايك التالي انت هتحزف سفر مع سفر وسفر مع سفر وستة تقسيم ستة واحد وستة تقسيم ستة واحد واحد ضرب ستة وتلاتين هيكون الجواب ستة وتلاتين درجة. طيب. الان نيجي لعملية تمثيل البيانات. طبعا هنستخدم الفرجار والمسطرة والمنقلة. طيب. اول حاجة بنحدد مركز الدائرة. تمام? نفتح الفرجار فتحة مناسبة. وبنرسوم دائرة. طبعا انا مش متوفر عندي ادوات هندسية كبيرة. رايح استخدم الادوات الهندسية اللي انت بتستخدمها. وحنرسوم الدائرة. ترسمها بهذا الشكل. طبعا حاول يكون رسمك واضح ودقيق. علشان ما يكونش في اي اخطاء. ان شاء الله. انا بدي حاول اغمجها. عشان انت تقدر تشوفها. تمام. بعد ما رسمت الدائرة الخطوة التانية. بدي ارسم نصف قطر. بارسمه بهذا الشكل. لازم تكون دقيق في الرسم. ومرتب. تمام. هين رسمنا. بعد ما برسم نصف القطر بامسك المنقلة. تمام? وبيدي ارسم الزاوية اتنين وسبعين. بحط المنقلة بهذا الشكل. تمام? وبيدي ارسم الزاوية اتنين وسبعين. بقاجي هاي عندي انا السفر. عشر عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين. سبعين. تمام? هاي السبعين عندي. بهذا الشكل. انا بدي اتنين وسبعين. كمان يعني بعد واحد تنين بتيجي هنا. زي هيك زي ما انت شايف. باوصل بهذه الطريقة. هيك انا بكون رسامة الزاوية اتنين وسبعين درجة. بامكاني مسلا انا اخططها بهذا الشكل. تمام? واجي بعمل مربع صغير. بهذا الشكل. وبعمل نفس المخطط اللي سويته هنا وهنبكتب عليه كلية الهندسة. تمام? بعد ذلك بدي ارسم زاوية قطاع كلية العلوم. طبعا زاوية قطاع كلية العلوم طلعت عندي مية وتمانية. بنمسك المنقلة. بهذا الشكل. تمام? وباجي بدي ارسم الزاوية مية وتمانية. طبعا انا هاي عندي هنا المية وهان المية وعشرة. شايفينها? قبل المية وعشرة باتنين عشان ارسم المية وتمانية. هتيجي عندي الزاوية هنا. وبوصلها بهذا الشكل. تمام? ان شاء الله الامور تكون واضحة. بعد ذلك بأنا باخطار اي شكل ممكن اعمل انا دوائر بهذا الشكل. انت اخطار الشكل اللي بدك اياه وميز فيه كلية العلوم. تمام? بعد ذلك برضو بعمل مستطيل الصغير وبعمل فيه دوائر وبكتب هذا طبعا يمثل كلية العلوم. بعد ذلك بدي ارسم زاوية قطاع كلية الاداب كانت مية واربعة واربعين. بامسك المنقلة تبعته بهذا الشكل. وبدي اكون دقيق ان شاء الله. الان عندي طلع معايا هاي المية واربعين. انا بدرسه مية واربعة واربعين. هاي مية واربعة واربعين. الان هاي مية وخمسة واربعين. تمام? طبعا بنقص واحد وبعلم عليها وبوصلها بهذا الشكل. انت بامكانك ترسم اي شكل بدك اياه اتميز فيه كلية الاداب. انا عملته زي ما انت شايف وهانا بسميه كلية الاداب. طبعا لاحظ انت زاوية قطاع كلية التجارة خلاص بتطلع على حالها. وهذا باسميها ممكن انا اسيبها فاضية واسميها كلية التجارة.